هو انقلاب أيضا، انقلاب زاد الثورة، انقلاب عسكري وأيضا ممكن يجر، هس راح تشوف بعد فترة معينة، يجر الشارع فيتحولها ثورة أنا أتوقع هذا راح يأخذ إلى دول متعددة، يعني فقط فقط بالسودان نحن نسل مدينة، فترة، قلت لك فترة القط الأليف هي فترة حرجة أتوقع في أوروبا، أتوقع في أوروبا أيضا يصير مراحل من التظاهرات اللي بلشت في فرنسا الآن واللي بلشت في فرنسا بضبط لكن العدوى، العدوى راح تأتي بالمناسبة طبعا مو بس السودان، إسرائيل وإسرائيل أيضا انتفاضة كبيرة في إسرائيل فهذه المنطقة الآن بلشت وفترة الصف راح تكون حرجة، فترة الصف على العراق أيضا راح تكون زيطاني مختصر سريع الدول العربية بصورة عاملة، أبدأ من لبنان لبنان أتوقع في 2006 راح تنعاد، هي تشانت على وشك الإعادة قبل فترة وشوية هدأت بس أتوقع خضم الأمور راح ممكن تنعاد من جديد يعني أكفت إشكاليات راح تكون على المستوى السياسي سوريا سوريا يعني أتوقع الأسد راح يكون في الموضوع كل شيء، فالتسليط عليه بس فالتسليط سيء راح يكون يعني يعني خبر قد يكون سيء، العراق أتوقع أكون راح تغيرات راح تصير، أو خلي نقول راح يصير أكفت انتفاضة أو فتش موجودة ويعني مصر مثل كل ما راح خلي نقول موجودة بالعراق مصر مصر أتوقع قيادة كل شيء مهمة راح تختفي عن الأنظار، قيادة كل شيء مهمة بس منها القيادة ما أعرف بالضبط بس هي أنا أحددها بالشرق الأوسط وأحددها أكثر شيء بمصر يمكن الجزائر الجزار أتوقع ما يبقى بأيس نفسه، أي البغرب كذلك ما يبقى بأيس نفسه يعني الملك يغير بأيس أي أي ما يبقى يعني الملك ما أتوقع باقي كارزبو مالت ما أتوقع باقي الأردن الأردن أتوقع الإنظار وجيش على الحدود، ويعني محرجة سوريا السعودية السعودية، لا السعودية أتوقع، ممكن قد نشأت حركة خلي نقول بها بها، فالتغيير أو بها، لكن الرؤية مالتها هي رؤية الإمام المهدي عليه السلام، بس هي حركة ما راح تنجحها أه أه قصدك يعني متقصدين بها؟ أه، متقصدين بها، طبعا، متقصدين بها، وإحنا شفنا يمكن هس نعم فترة فترة يظهر شخص يقول لك، بس هالماردن السعودية راح تظهر زين، الكويت؟ الكويت أيضا نظام يبقى نفسه، يعني لأقصد الأميرة أشوفها مباقي أه، الإمارات؟ الإمارات، لا أتوقع أكفد شيء إلي علاقة بالفضاء حلو راح يكون، فترة صورة حلوة، فترة رسمة حلوة سلطانة عمان هادئة جدا، بس الهدوء يسبق عاصفة وتوقف، مو عاصفة مستمرة، هي هادئة بالمناسبة، يعني أنا دائما حتى سلطانة عمان بالتوقعات يعني هي، هي دولة هادئة، هادئة، بس أنا أتوقعت بها شون شاف بالكهربائي، فتبالسس، فتبالسس حلو يوقف توقعت مقتل قائد كبير في الوطن العربي، من هو؟ في الشرق الأوسط، أكتش، حد دعا، يعني ما أقدر أقول لك من هو، يعني بس في الشرق الأوسط، شخصية كلش، كلش معرو قبل نهاية 2023؟ اي 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 اي، ومقتل ايه؟ طيب، زين، نذهب أستاذ سلمة إلى هل بالإمكان، يعني بالحقيقة، التحديد، خلنقول العيد كسؤال يعني عرضي خلنقول فلكيا، يعني نحدد يوم العيد ويكون هذا العيد، عيدها ما رمضان تقصد؟ اي نعم عيد رمضان، عيد الفطر، تحديده ويكون فلكيا قصدي، تكون الرؤية واضحة دائما أنه فلان يوم، فلان تاريخ، يكون العيد، فلو لا ما نقدر؟ فلكيا، يحدد مننا إلى بعد ثلاثمائة سنة، فلكيا دعا أقول لك، ليش لأنه السنة العربية، الحجرية أقصد هنانا، هي ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم، وعدنا السنة الكبيسة تصير ثلاثمائة وخمسة وخمسين، فاحنا عدنا من كل ثلاثين سنة عدنا تساطعش سنة بسيطة، وعدنا هداعش سنة كبيسة، يعني هداعش سنة يكون كل سنة ثلاثمائة وخمسين يوم، وعدنا تساطعش سنة يكون ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم، الثلاثمائة خ графناخذ البسيطة، الثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم، لما يجيينا نحسبها هي هيكون الشهر العربي إما تسعة وعشرين يوم أو ثلاثين يوم، فلما تحسبها على وقت واع الشهر، يطلع لك تسعة وعشرين ثلاثين، تسعة وعشرين ثلاثين، يطلع لك بالضبط ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوم السنة الهجرية. نعم. إلا بحالة واحدة إذا صارت كبيسة، رح يصار عندك شهرين واحد ورد ثاني ثلاثين بثلاثين. إذا ممكن تحديده. تحديده مية بالمية، مية بالمية ده أقول لك إيها. هسّ إحنا مثلاً هذا، إحنا السنة الآن، شهر شعبان كان ثلاثين يوم، وعليه إحنا الآن في رمضان، رمضان هالتسع عشرين يوم، وعليه رح يكون يوم الجمعة هو يوم العيد، فلكياً. إلا في حالة واحدة وحالة نادرة جداً، إذا كان شهر رمضان أيضاً ثلاثين يوم، فهنا صارت هاي السنة هي سنة كبيسة، وهي سنة مون كبيسة أساساً. صحيح. فبالتالي العيد رح يكون يوم الجمعة. صحيح. طيب، اعتماداً على الوضع الفلق داعشي لك إيها. طيب، نبدأ من برج الحمل، أنطيني توقعتك اللي على الأوراج من صورة عامة قبل نهاية الحلقة. برج الحمل لي ما تبقى من العام يستفيد مالياً استثمارات عند تنقلات، تغيير من مكان إلى مكان، نقدر نقول فترة إيجابية بشكل عام. من الأوراج جيدة بصورة عامة. صورة بصورة العامة. زينا نجعل البرج الثور هو من الأوراج اللي راح تكون أكثر نشاطاً وحيوية، أكثر استفادة من ناحية المالية من الناحية العاطفية أيضاً جيد. عنده متاعب شانت، لكن كثير من الأمور راح تنحل بالنسبة إلي. يعني هو خلني نقول من الأوراج اللي راح تصعد مناصفة نوية الحمل، وقد تكون أفضل من الحمل في نهاية العام. نعم. بالنسبة لبرج الجوزاء، لا الجوزاء عنده أفضل من العام، من خلني نقول الفترات الماضية، لكن هما يعتبرون من الأوراج الصاعدة، نقدروا يقول لهم من الأوراج المتوسطة، يستفيد أكثر شيء على الجانب، نحن نسميه استنشاق الصعدة، يعني اللي التعب اللي تعبته، الجانب النفسي، الجانب المعنى، والجانب خلني نقول الصحي كذا، راح يثمر بأمور إيجابية إن شاء الله لما تبقى من العام، لكن هم من الأوراج المتوسطة، يعني ينجح أكثر شيء بالسنة القادمة، يكون وضع أفضل. بالنسبة للسرطان، المال ثم المال ثم المال، هو الشيء الأساسي بالنسبة للسرطان لما تبقى من العام، وأفضل حتى من الجانب العاطفي وأفضل من الجانب الأخرى، ولهذا أنصحهم بأنه يعني يفكرون بالمشاريع والأمور المالية، لأنه بها نجاحات جيدة جداً بالنسبة لهم. بالنسبة للأسد، راح يكون الجانب العاطفي مميز بأمرين، مميز لخطوبة، مميز للتعارف، مميز لزواج، مميز لارتباط، مميز لتصالح، وفي نفس الوقت راح يكون عنده تراجع للزهرة بشكل يعني كثيف بمجموعة الأسد، أيضا راح يكون مميز للانفصال ومميز للتخاصم، يعني عليهم أن يحذرون، الجانب العاطفي مميز للأسد، إما جيد جداً أو سيء أيضاً في نفس الوقت، العذراء، التحول حلو راح يكون عنده بالفترات القادمة، وبالأخص على الجانب الأسمي الدبلوماسي، الجانب الدراسي، الجانب اللقاء، اللقاء مع أشخاص معينين، أشخاص جدود، خلي نقوله، حيث كلهم فد صداء أو فد شيء جيد في حياتهم المستقبلية، اللي ما تبقى من العام، بالنسبة للعذراء، بعد شلع الدور العذراء، الميزان، الميزان نحو الأفضل، طبعاً أفضل من الماضي، بالأمور، أقدر أسميها الأمور الانتقالة، يعني الميزان اللي عنده انتقالة سفر، عمل بسفر، انتقالة من مكان المكان، من وظيفة الوظيفة، من بيت إلى بيت، بالانتقالة هو مميز، أولاً نقدر نقول أيضاً من الأبراج الصالة، طبعاً السنة القادمة أيضاً راح يكون الميزان أفضل، العقرب، العقرب عانوا، ومن الأبراج تتعب، النصف الثاني هو الأحلى، هس راح يشوفون كفة ثمرة جداً جميلة، أجمل على الجانب العاطفي إذا قدروا يستغلوا بشكل صحيح، لذا راح يكون المشتري موجود في منزل الشراكة، يعني إذا واحد أو واحد من مواد برج العقرب، وبالزعلة وهي حبيب إلها، فهو أفضل فترة إلها للتصالح، أفضل فترة للرجوع للمتخاصمين، أفضل فترة للتوطيط العلاقة، يعني مع الشريك، مع الحبيب، مع الصديق، كل شيء العلاقة بالعاطفة راح يكون جيد بالنسبة الأقرب بالنصف الثاني، القوس، يعني أقدر أقول من الأبراج، هو هاي السنة أفضل بالكثير من السنة الماضية، عنده إنجازات حلوة، عنده ثمرة حلوة، لكن نحذره من مخاطر الطريق، يعني السياقة السريعة، نحذره منها، يعني النصف الثاني راح تكون، بالنسبة للقوس المفروض تكون هادئة أكثر، بس من هاي نحذره، سوى بشكل عام أيضاً من الأبراج الزيانة، الجدي، الجدي تتصلط عليه الأضواء، راح يكون عليه شو، أضواء، ممكن يكون له مراكز حلوة بالميديا، بالسوشال ميديا، بالتمثيل، بالمكان، الحظوة الاجتماعية، تتصلط عليه الأضواء بشكل جيد جداً، يحذر فقط بآخر أسبوع من السنة، شوية راح تكون بها يعني، يعني، ظاهرة فلكية سلبية، يمكن تأثر عليه حتى على الجانب المالي، بس بشكل عام، الأضواء عليه بالنصف الثاني، ألدلو، ألدلو من الأبراج اللي، منقدر نقول، تصعد تنزل، تصعد يعني، متأرجح، حتى من بداية السنة إلى الآن، لكن، أقدر أقول، أبشرهم، إذا أعدهم أمور معينة، خليني نقول لي، غرض، بالأخص الدراسية، دراسات العليا، الأمور اللي إلهي علاقة بالعمل، بالعمل مثلا، الترقية بالعمل، الأموال اللي تجيهم، خليني نقول لنا، تجيلي مكافآت أموال لذلك، يستبشرون بآخر ثلاثة شهر بالسنة، والسنة القادمة، راح تكون أفضل بالنسبة لهم، الحوت اللي هو آخر الأبراج، طبعاً يؤثر عليه كوكب الزحل، موجود حالياً بالحوت، وبنفس الوقت، يدعم المشتري اللي موجود بالحمل، يتعب، يبدو المجهود، يحصل، هناك فرق ما بين يتعب و ما يحصل، لا، هو يتعب، الحوت يتعب، لكن راح يحصل، يعني تعب، ما يروحي شي هباء من الثورة، لا يحصل، جميل، جميل جداً، معلومات قيمة، أستاذ سلم العزيز، حقيقةً يعني استفادنا كثير في هذه الحلقة، من خلال برنامج عرب لندن، أشكر وجودك معنا، وعنائك السفر، وسفرك بالبغداد إلى لندن، شكراً جزيلاً اللي وجودك معنا في الأستوديو، و شرفتنا حقيقةً، شرف إلي، و شكراً جزيلاً لهذه الاستضافة اللطيفة والجميلة، اللي أكيد الله ما تلفت شيء مهم و حلو، يعني إن شاء الله يكون اللقاء جميل، وجوابنا على الأسئلة اللي خلي نقول، في أذهان كثيرة من المتابعين، و بركة الصهد عزيز، و محترم جداً و شرفتنا، شكراً لكم أحباتنا الكرام، على حسن متابعة، نلتقي و إياكم في حلقة مقبلة، هذا أحباد القحطان يحييكم، بأمان الله.